في مباراة النهارة فانت الهلال ما تلومش اللى نفسك انت فرط اغلى مباراة كانت في التاريخ بالنسبة لك كنت هتيجي النهارة تحصيل حاصل وكنت هتيجي بقى تتفسح النهاردة وتروح الاهرامات وتزد النيل اللى عندنا عندكم مفيش اي مشكلة وهت ربنا بيحب الاهل وجمهور وكبت نا انا بنقولك بقى انت ما تلومش اللى نفسك انت حطيت نفسك قدام القطر بحطة ضيع ضربة الجزاء دي ما تفكرش ان انت تيجي تكسب الاهل هنا في وسط جماهيره ما اروش التاريخ كابتن من خلال تصرحتهم سيباك يقروا التاريخ ما اروش التاريخ انت كل العوامل بتصب في مصطح النادي على ارض واخر ماتشو ماتش فايس لا او بعدين اقولك الحاجة هو انت تخيل مثلا ان انت تيجي تتعادل معنا او ان انت تيجي تكسبنا وانت ما كانش احسر خلي بالك لهو كان عنده فرص كتير اي او يخسر اثنين واحد او يخسر ثلاثة اثنين مص مقد النظر يا ابواه مقد النظر انا بكلمك على ان انت فردت فيها هناك خلاص انسى انا واحد صفر النادي القلي يوصل اثنين صفر النادي القلي يوصل تلاتة واحد النادي القلي يوصل فانت الاهل مش هيفرط فيها لان لو فرط فيها كل ده يمشي مجلس ادارة مع لعيبة مع بقى جهاز فني كله بقى انت فاهمني لان ده جات من عند ربنا يعني جات من عند ربنا وربنا اداك نعمة والجمهور كان موجود كمان بيسندك لأ اداك نعمة ما تفرطش فيها بقى وبعدين ده ماتش على ملعبك انت عارف امت بقى تقلق لو كان الماتش التاني هناك في السودان صحيح طبعا هتلعب في الوقت اللي هو بالنهار اللي هو الظهر ده ده بس كان برضه في رمضان ما تقرش كان هما يفكر زي صيان ده هيلعبوك كده ما هسبوس ما دلوقتي يعني انا هيبقى في صالحي ان لعبك في الوقت ده اللي انت بتبقى مدائق منه مش انا هم اللعيبة ايو اللعبت الاهل برضه مش بتعود علي بيبيني ميزة انا واخد على الجو واخد على التقس واخد على الملعب واخد على وبعدين ما فيش جامعي انت فهمني فكل الحاجات دي كانت هتصبح في مصلحة الالا والمطشي التاني نعم انما انت خلاص بقى انت فرطت في اهناك ما تلومش انا نفسك انا بقولك انا النهار ده مبسوط كل الانبساط مش عشان الاهلي كمان كسب لا ده عشان خمسين الف متفرد كانوا في الاستاد طب احنا بعد كده هل هنشوف بقى الاستاد مليان في كل مطشيات بقى سواء منتخب مصر اهلي زمالك بيراميز هل هنشوف الكلام ده ولا هي دي بس تمام لا هو طبعا تجربة حلوة جدا بس ونجحت بشكل يعني رائع واستفدنا منها اه بعد ما احنا عندنا التنظيم كويس وكيفية يعني الحقيقة انا انا صفحة النادي الاهلي او النادي الاهلي من خلال طبعا تنظيمه ان كان في اوتوبيسات موجودة بتوصل الجماهير في مداخل معينة وابتدوا يعملوا ينشو الموضوع على السوشال ميديا ان فيه اماكن بتخشي لها من اني طريق روح حاجات كثيرة وربنا بتنظيم مهمة كافتن برضو وربنا وربنا لو ما فيه حتى اوتوبيسات والجماهير هتخدها ماشي من العباسية لغاية الاستاد عايزين ما عندهمش مشكلة طبعا بس المهم انهم ما يحضروا بالكسافة دي صح طيب